اشتركوا في القناة تعالوا نبدأ على طول نشوف نموذج الامتحان بيبقى عندنا شكله ايه عشان شكل النموذج ده بالزبط هو اللي هيجيلي زيه في الامتحان ان شاء الله نبدأ على طول بالسؤال الاول السؤال الاول دايما اختار الاجابة الصحيحة من مباني الاقواس ودايما بيبقى فيه ست نقط هنحل الست نقط الاول بيقول لي اختار الاجابة الصحيحة رقم واحد ونقطة سالب ثلاثة واربعة تقع في الربع الكام هنعرفين محاول الاحداثيات فيها اربع اربع باتجاه او الاشارة بتاعة الارقام اللي عندي. عندي زوج مرتب سلب تلاتة استينات سلب تلاتة يعني شمال الصدات اربعة يعني هطلع فوق شمال وفوقي بانا كده وصلت للربع التاني بالفعل السؤال التاني بيقول الجزر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي بيسمى ايه طبعا التعريف ده كان تعريف حاجة مهمة جدا خدناها في الحلقة اللي فاتت كان الانحراف المعياري رقم تلاتة بيقولي اذا كان تلاتة الف بيساوي اربعة بيه فانه الف الى بيه طبعا كلنا عارفين ان الف الى بيه هي نفسها الف على بيه عشان اجيب الف على بيه لازم احدد الاتجاه بتاعي اروح من الالف للب هبدأ من الالف واروح ناحية مين البيه وزي ما احنا عارفين طالما رحت من الالف للبيه يبقى لازم هرجع في ايدي بالالربعة على التلاتة يبقى الف على بيه بتساوي اربعة على تلاتة طب ما الالف الى بيه يبقى بتساوي كام اكيد زي ما انتم بتقولوا دلوقتي اربعة الى تلاتة مزبوط النقطة الرابعة في السؤال الاختار بيقولي اذا كانت نون سين بتساوي اتنين ونون صاد اتنين بتساوي تسعة فان نون سين ضرب صاد بتساوي كامل طبعا نون سين بتساوي اتنين يعني عدد عناصر المجموعة سين بتساوي اتنين عنصر يعني عنصرين طيب عدد عناصر المجموعة صاد لما اضربها في نفسها هيبقى تسعة يبقى عدد عناصر المجموعة صاد نفسها كام صاد اتنين بتساوي تسعة لو قلت صاد تربيع بتساوي تسعة يبقى الصاد بجزر تسعة اللي هي تلاتة يبقى سين فيها عنصرين وصاد فيها تلات عناصر يبقى نون سين ضرب صاد يعني العنصرين لما عملهم ضرب ديكارتي مع التلات عناصر هيطلع لي ستة ازواج مرتبة مزبوط كلامكم رقم خمسة المدى لمجموعة القيم سبعة وثلاثة وستة و تسعة وخمسة بيساوي كام طبعا انا بتكلم هنا عن المدى الاحصائي المدى الاحصائي كان القانون بتاعه بيساوي اكبر قيمة ونقص أصغر قيمة فاكبر قيمة في القيمة اللي قدامي دي هي كام تتسعة مزبوط واصغر قيمة اللي هي التلاتة لما عمل تسعة نقص تلاتة هيبقى المدى الاحصائي بتاعنا هو ستة النقطة رقم ستة بيقول إذا كان صاد تتغير مع سين يعني هذا تغير طردي وكان صاد بتساوي اتنين عندما سين بتساوي تمانية فإن صاد بتساوي ثلاثة عندما سين بتساوي كام بتهيلي بما أننا في سؤال اختار أو سؤال أكمل لو إحنا عندنا أسئلة أكمل مش محتاج أن أنا أجيب العلاقة ما بين صاد وسين مش مطلوبة مني لأنا محتاج قيمة سين لما تكون الصاد بتلاتة على طول هستخدم القاعدة التانية اللي هي صاد واحد على صاد اتنين بتساوي السين واحد على سين اتنين عرفت منين الكلام ده صاد بتتغير مع سين بقى ده تغير طردي العلاقة اللي بتحدد التغير الطردي ما بين المتغيرين لما كل واحد ياخد منهم قيمتين صاد واحد على صاد اتنين بتساوي السين واحد على سين اتنين صاد واحد أول صاد قابلتك باتنين على صاد اتنين اللي هي تلاتة بقى اتنين على تلاتة بيساوي سين واحد اللي هي تمانية على سين اتنين اللي أنا مش عارفها طبعا طرفين وسطين يبقى سينة 2 بتساوي 3 في 8 على الاتنين 24 على الاتنين اللي هي 12 طبعا الكلام ده مزبوط هندخل بقى من السؤال التاني وحابب جدا اننا النهاردة واحنا بنحل امتحان بايدنا الاول مرة امتحان كامل من 5 اسئلة اننا اوريكوا ازاي بنحل الامتحان ده بخطواته كاملة السؤال الاولاني حلناه مع بعض اللي هو اختار بداية من السؤال التاني تعالوا نحلو مع بعض على البرد عشان تبقى الخطوات بتاعتنا كاملة واضحة هنقرأ السؤال وبعدين نبدأ حل بيقول اذا كان سين ضرب صاد بتساوي المجموعة 2 و2 و5 و2 و7 اوجة صاد ده رقم واحد رقم اتنين صاد ضرب سين تعالوا نشوف مع بعض كده هنحدد سين وصاد ازاي ونجيب ازاي صاد ضرب سين بس تعالوا نشوفها على البرد هنبدأ على طول الحل مع بعض للسؤال اللي احنا قرناه هو هنا مديني حصلت ضرب الديكارتي مباشرة اللي هو سين ضرب صاد فانا الازواج المرتبة عندي جهزة من الازواج المرتبة دي احنا عارفين ان المسقط الاول بينتمل سين والمسقط التاني بينتمل صاد ازا المجموعة سين اللي هي المجموعة الاولى المسقط الاول بتاعها هنا اتنين واثنين واثنين ازا المجموعة سين ما فيهاش غير عنصر واحد بس اللي هو اتنين هو ما طلبهاش مني بس لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه يبقى كده المجموعة سين بتساوي اتنين فقط طب هنا عايز صاد اجيد طالما السين هي المسقط الاول يبقى صاد هي المسقط التاني يبقى الصاد هنا اتنين وخمسة وسبعة يبقى المجموعة صاد بتساوي المجموعة اتنين وخمسة وسبعة يعني فيها تلات عناصر طيب هنا عايز صاد ضرب سين هو اللي كان موجود عندي اصلا ايه مش سين ضرب صاد طب صاد ضرب سين لو انت هتشتغلها بالخطوات يبقى انت لازم تجيد كده السين والصاد عشان لما تبدأ تعمل صاد ضرب سين هيساوي هتاخد من الصاد المسقط الاول يبقى اتنين واثنين هتاخد المسقط التاني اللي هو الخمسة او العنصر التاني مع عنصر سين اللي هو اتنين هتاخد العنصر التالت من الصاد اللي هو السبعة وتربطه مع عنصر سين الوحيد اللي هو اتنين يبقى صاد ضرب سين هو 2 و 2 و 5 و 2 و 7 و 2 طب فيه فكرة تانية هو انا صاد ضرب سين عكس سين ضرب صاد الازواج المرتبة هنا عندي كانت 2 و 2 2 و 5 و 7 فمن غير ما جيب سين ولا حاجة قادر اجيب صاد ضرب سين ان انا بعكس الازواج المرتبة او بعكس المساقط بتاعتها 2 و 2 لو غيرتها هتبقى 2 و 2 زي ما هي 2 و 5 هتبقى 5 و 2 عشان الصاد تيجي قبل السين ال 2 و 7 هتبقى 7 و 2 كده بقى السؤال البداعي انا حلته السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت الف و به وجيم و دال كميات متناسبة فاثبت ان الف على به نقص الف بتسوي جيم على دال نقص جيم تعالوا نبدأ مع بعض على طول ونشوف هو انا لما حب اجيب التناسب ما بين الف و به وجيم و دال دول اربع عناصر او اربع اعداد قال لي كميات متناسبة من غير ما يقول لي ده تناسب متسلسلي بقى ده التناسب العادي فانا هبدأ على طول كده الفرض بتاعي بقى الف على به بتساوي جيم على دال بتساوي ميم زي ما احنا متعودين من هنا بقول ان الالف بتساوي به ميم وان الجيم بتساوي دال ميم دول كده اللي انا هشتغل عليهم انا عندي طرفين الطرف الايمن والطرف الايصر اللي انا عايز اسبت انهم متساويين الطرف الايمن الف على به ناقص الف تعالو نعوض وهاكتب كده الطرف الايمن بتساوي الف على به ناقص الف تعالو نعوض الالف ببه ميم على به زي ما هي ناقص الالف اللي هي ببه ميم يعني به ميم على به ناقص به ميم طب دي هعملها ايه؟ به ميم هسيبها زي ما هي به ناقص به ميم طالما ما بينهم زائد او ناقص يبقى انا لازم اخد عامل مشترك العامل المشترك هنا ما بينهم هو ال به وهفتح قوس بعد ما باخد العامل المشترك بأسم به على به بوحد ناقص به ميم على به هيتبقى لي ميم كده اقدر اكنسل ال به مع ال به هيتبقى في الاخر ميم على واحد ناقص ميم ده كده الطرف الايمن هسمي دي رقم واحد ده ابسط شكل اقدر اوصله في الطرف الايمن طيب الطرف الايسر بيساوي جيم على دال ناقص جيم جيم على دال ناقص جيم بكتبه الاول وبعدين ابدأ اعوض الجيم هنا ليه هقيمة ولا زي ما هي هنا عندي الجيم بدال ميم يبقى دال ميم على دال ما فيش عندي هنا دال هسيب الدال زي ما هي ناقص الجيم اللي هي بدال ميم انا كده بعمل عملية استبدال طيب عايز اعمل اختصار الدال ميم اللي فوق زي ما هي على دال ناقص دال ميم برضو ما بينهم ناقص فلازم اخد عامل مشترك مين العامل المشترك ما بينهم مظبوط كده هو الدال لما اخد العامل المشترك بافتح اقواس واقسم دال على دال واحد ناقص دال ميم على دال الدال هتتكنسل مع الدال هيتبقى لي ميم اقدر في الحالة دي اكنسل الدال اللي فوق مع الدال اللي تحت هيتبقى ميم على واحد ناقص ميم دي كده رقم اتنين افسط شكل اقدر اوصله طب بص الواحد واثنين ميم على واحد ناقص ميم وهنا ميم على واحد ناقص ميم الاثنين زي بعض اذا اللي انا عملته ده بقول من واحد واثنين يبقى كده الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر وانا كده اثبت ان الطرفين متساويين كده حلينا سؤال كمان السؤال اللي بعده اللي هو السؤال التالت كل سؤال يا ولاد هتلاقي فيه الف وبيه يعني السؤال الاول اختار ده ست نقط الاربع اسألة اللي بعد كده كل سؤال منهم ألف وبيه السؤال الثالث رقم ألف بيقول إذا كان سين بتساوي 2 و 3 و 5 و صاد 4 و 6 و 8 و 10 وكانت عين علاقة معرفة من سين إلى صاد حيث ألف عين بيه يعني العلاقة ما بين ألف والبيه بتعني أن 2 ألف بيساوي بيه يعني كل ما بدرب الألف في 2 بيديني قيمة البيه يعني البيه ضعف الألف أو الألف نص البيه فصرها زي ما أنت حابب بس كل التفسيرات لازم تؤدي لنتيجة واحدة لكل ألف بتنتامل سين وبه تنتامل صاد يبقى الألف أنا بختارها من السين والبيه بختارها من عناصر صاد أول حاجة أكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي رقم 2 بيقول لي بيان أن عين دل تعالوا الأول نكون العلاقة بتاعتنا ونشوف أكتب بيان عين العلاقة بتاعتي بتساوي إيه هاخد عنصر من سين لما ضربه في 2 يديني عنصر من صاد أول عنصر في سين اللي هو 2 2 مضروبها في 2 بكام بربعة هل الأربعة موجودة في صاد أهيه يبقى أول زوج مرتب عندي لما باخد 2 من السين وصادها 4 من الصاد يبقى الزوج المرتب 2 و4 طيب إيه كمان لو أنا اخترت الثلاثة وضربتها في 2 يبقى الألف أنا بختارها من عناصر سين اخترت الثلاثة في 2 بستة طيب هل الستة اللي هي قيمت البيه موجودة في الصاد آه الستة هي يبقى الزوج المرتب التاني إذا خدت من سين 3 يبقى هاخد من صاد 6 برضو الصاد اللي هي 6 ضعف الثلاثة أو الثلاثة نصف الثلاثة آخر عنصر هنا اللي هو الخمسة خمسة لما ضربها في 2 بعشرة والعشرة دي موجودة فين؟ في صاد يبقى الزوج المرتب التالت هو خمسة وعشر كده أنا كونت العلاقة بتاعتي بيقول لي مثل هذه العلاقة بمخطط سهمي المخطط السهمي هقوم رايح بأنهم مجموعتين هكتب هنا المجموعة سين وهنا هكتب المجموعة صاد المجموعة سين فيها 2 و3 و5 المجموعة صاد فيها 4 و6 و8 و10 تعال نسم المخطط السهمي بتاعنا 2 و4 يبقى من الاتنين مربوطة من بالاربعة 3 و6 قادي من ال3 لل6 5 و10 يبقى قادي الخمسة وقادي العشرة ده كده اسم المخطط السهمي يبقى أنا كده جبت بيان عين او الجزء من السؤال ومثلته بمخطط سهمي يبقى دي رقم واحد بقول لي بين أن عين دلة هل العلاقة اللي احنا عملناها دي أولاد بتمثل دلة ارجع كده بالذاكرة شوية لشروط الدلة شروط الدلة كان لازم كل عنصر من سين يرتبط بعنصر واحد من صاد طيب ما هي الاتنين ارتبطت بالاربعة والتلاتة ارتبطت بالستة والخمسة ارتبطت بالعشرة يبقى أنا هقوله أن عين دلة ليه؟ ايه السبب اللي عندي؟ ممكن أقولها بأكتر من شكل ممكن أقوله أن كل عنصر من سين ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط ده كده جملة ممكن أقوله أن كل عنصر من سين خرج منه سهم واحد فقط الاتنين خرج منها سهم والتلاتة سهم والخمسة سهم ممكن أقول أن كل عنصر من سين له صورة واحدة في المجموعة صاد كده جميع كده بينت النعين دلة أبين النعين دلة بأي جملة من الثلاثة اللي أنا قلتهم دول بكده السؤال بتاعيه بقى حلته التمام نشوف السؤال اللي بعده أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدين نسبة سبعة إلى أحداشر فإنها تصبح اتنين إلى تلاتة ده رقم بيه في السؤال التالت تعال نروح نفرض على طول أوجد العدد يبقى العدد ده موجود ولا مجهول أكيد مجهول فهنفرض أن العدد ده سين السين عايز أضيفها لحدين نسبة سبعة إلى أحداشر اعمل كسر كده وضيف السين للسبعة وضيف السين للحداشر يبقى سين إضافة يعني زائد سبعة على سين إضافة يعني زائد حداشر بتساوي لما أضيف السبعة السين للسبعة والحداشر هتصبح اتنين على تلاتة اللي هي اتنين إلا تلاتة عايز أحل بدايتك حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين تلاتة مضروبة في سين بتلاتة سين تلاتة مضروبة في سبعة يبقى واحد وعشرين بتساوي اتنين مضروبة في سين يبقى باتنين سين اتنين في احداشر باثنين وعشرين جمع السينات في طرف والأعداد في طرف تلاتة سين مكانها هتلاها الاثنين سين بالسالب بتساوي الاثنين وعشرين مكانها وديلها الواحد وعشرين بالسالب يبقى هنا ناقص واحد وعشرين تلاتة سين نقص اتنين سين يبقى سين بتساوي اتنين وعشرين نقص واحد وعشرين اللي هي كام واحد لازم تتأكد من إجابتك في الآخر ضيف الواحد كده للسابعة والحداشر واحد زائد سبعة هيبقى كام تمانية واحد زائد حداشر هيبقى اتناشر اختصر أو اعملها بالقلة بتاعتك هتطلع كام اتنين على تلاتة يبقى أنت كده شغال مظبوط جدا شغال صح السؤال اللي بعده بقول لي إذا كانت سين بتساوي واحد وثلاثة وخمسة وعين دالة على سين وكان بيان عين الف وثلاثة وبيه وواحد وواحد وخمسة بما أنه قال إن هي دالة بالفعل طالما هي دالة يبقى كل عنصر من سين ظهر مرة واحدة فقط أهو ألف يبقى ده واحد أو ثلاثة أو خمسة البيه واحد أو ثلاثة أو خمسة هنا واحد يبقى الواحد يظهر مرة واحدة فقط يبقى الواحد ظهر خد فرصته فضل الثلاثة والخمسة الثلاثة والخمسة دول هي قيمة الألف وقيمة البيه بيقول لي أوجد مدى الدالة الأول مدى الدلة هو مجموعة الصور احنا قيلنها من الأول مجموعة الصور اللي هي الثلاثة والواحد والخمسة يبقى المدى ثلاثة واحد وخمسة ده حل السؤال الأول القيمة العددية للمقدار ألف زائد بي احنا قلنا الألف والبي هم الثلاثة والخمسة طب مين الألف بثلاثة أو خمسة أو البي بثلاثة أو خمسة مش تفرق معايا أنا عايز بقيمة العددية للألف زائد بي يعني ثلاثة زائد خمسة أو خمسة زائد ثلاثة ثلاثة اللي هي بتسوي كام يا أولاد؟ ثمانية السؤال اللي بعده إذا كانت صاد بتتغير مع واحد على سين يعني صاد بتتغير عكسي مع سين وكان صاد بتسوي ثلاثة عندما سين بتسوي اتنين أوجد العلاقة ما بين سين وصاد وقيمة صاد عندما سين بتسوي واحد ونص بسرعة كده تعالى نفرض الفرض بتاعنا بما أن ده تغير عكسي يبقى صاد هشيل علامة التغير اللي أنا ببدأ بيها دايما وقلبها يساوي والواحد على سين هخليها ميم على سين أنت عارف أن كده يبقى الميم بتساوي صاد مضروبة في إيه؟ في سين طيب يبقى ميم بتساوي خد أول قيمة لصاد وأول قيمة لسين وكانت صاد بتساوي ثلاثة عندما سين بتساوي اتنين يبقى ثلاثة في اتنين يبقى ميم بتساوي ستة جبت قيمة الميم عوض بيها على طول فين؟ في العلاقة يبقى صاد بتساوي الميم هعوض عنها بستة على سين يبقى ده حل السؤال الأول أوجد العلاقة ما بين سين وصاد طيب قيمة صاد عندما سين بتساوي واحد ونص اكتب كده عند سين بتساوي واحد ونص يبقى صاد هتساوي عوض عن السين بواحد ونص ستة على واحد ونص هتساوي أربع السؤال الخامس بيقول لي مسل بيانيا ده رقم ألف منحنة دالة ده السين بيساوي سين نقص ثلاثة لكل تربيع متخزا سين بتنتمي للفترة المغلقة صفر وستة ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنة تمام؟ والقيمة الصغرى للدالة ومعادلة محور التماثل أول حاجة الجدول ده ممكن أعمله بنفسي أو بالقالة الحزبة تمام؟ القالة الحزبة اللي أنا بجيبها تابل وبعدين أدوس زي ما قلنا في الحلقة بتاعتنا إزاي هوصل للجدول ده تابل وبعدين أحدد تابل ده F of X equal عشان أكتب سين نقص ثلاثة لكل تربيع بعمل قوس وقبل السين بكتب ألفة وبعدين X نقص ثلاثة F للقوس وبعدين أعمل علامة التربيع هقولك start from start from اكتب له 0 و equal end اكتب له 6 و equal هيقوم رسم لك التابل ده عمودي انت هتقلبه بالشكل ده يا إما يا حبيبي انت هتاخد القيم من صفر لحد ستة يعني صفر واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة ستة زي ما عملنا كده وعوض بالقيم دي في العلاقة أو الدالة بتاعتني سين نقص صفر بحط السين بصفر يبقى سين نقص ثلاثة بسلب ثلاثة تربيع بتسعة واحد نقص ثلاثة بسلب اثنين تربيع باربعة وهكذا لحد ما توصل للجدول ده الجدول ده هاخده وارسمه على محاول الاحداثيات ازاي تعالى محاول الاحداثيات اهيه وتعالى نرسم عليها الجدول ده حط النقط الاول صفر وتسعة سين بصفر ده سين بتسعة من عند الصفر هطلع كام تسعة حط نقطة واحد واربعة من عند الواحد هطلع كام اربعة اتنين واحد الاتنين واحد تلاتة وصفر من عند التلاتة يبقى صفر زي ما انا اربعة وواحد من الاربعة هطلع واحد خمسة واربعة من عند الخمسة اطلع اربعة ستة وتسعة من عند الستة اطلع تسعة النقط بتاعتك دي هي كيرف وصلها بايدك كده كده انت رسمت منحنة الدلة ده اول جزء من السؤال تاني جزء من السؤال عايزة حدد شوية حاجات كده من الجدول بتاعي التسعة اصادها تسعة الاربعة اصادها اربعة الواحد اصاد واحد يبقى انت عندك نقطة رأس المنحنة تلاتة وصفر يبقى رأس المنحنة هو النقطة تلاتة وصفر التلاتة بحدد منها معادلة محور التماثل يبقى معادلة محور التماثل في معادلة من غير سين يا ولاد لا طبعا المعادلة يبقى فيها سين بتساوي هي السين هنا بتساوي كم؟ تلاتة عشان ما تنساش معادلة يبقى سين بيساوي سين بيساوي خد قيمة السين امال الصاد دي بيساوي ايه؟ بيقول لي حدد اذا كان المنحنة بتاعي ده ليه قيمة عظمى ولا صغرى وحددها هو المنحنة بتاعي ما فتوح لفين؟ لفوق فين رأس المنحنة؟ رأس المنحنة ايه؟ رأس المنحنة تحت ولا فوق؟ رأس المنحنة تحت يبقى دي اسمها قيمة صغرى يبقى انا عندي قيمة المنحنة له قيمة صغرى بتساوي كام؟ القيمة الصغرى اللي هي الصفر تمام؟ يبقى انا كده رسمت المنحنة وحددت نقطة رأس المنحنة ومنها معادلة محور التماثل اللي هي قيمة السين وحددت القيمة الصغرى اللي هي قيمة الصاد بكده انا حلت السؤال بتاعي وخدت درجته كاملة ان شاء الله اخر حاجة عندي رقم بيه احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم 8 و 9 و 7 و 6 و 5 وده اسهل نوع من انواع الاسئلة اللي هي بتبقى عبارة عن قيم فقط القيم فقط دي بكون الجدول بتاعي ده واروح اكتب سين اللي هي القيم السين اللي هي القيم اهي ده سين 8 9 7 6 5 هنا مجموعة مجة او مجموعة طب هنا بكتب سين بار حابب تعمل لها عمود لوحدها ماشي مش حابب خلاص طب هي سين بار اللي هي ايه سين بار اللي هي الوسط الحسابي بجيبها ازاي المجموع مج سين على نون مجموع السينات اللي هم دول 8 زائد 9 17 زائد 7 24 زائد 36 زائد 5 35 على عددهم 1 2 3 4 5 35 على 5 بيساوي 7 اللي هو الوسط الحسابي روح على سين بار 7 7 7 7 7 طب سين ناقس سين بار دي ناقس دي 8 ناقس 7 1 9 ناقس 7 2 7 ناقس 7 0 6 ناقس 7 سالب 1 5 ناقس 7 سالب 2 ربع سين ناقس سين بار يبقى سين ناقس سين بار الكل تربيع لما اربعها 1 تربيع بواحد 2 تربيع بار 4 0 بصفر سالب 1 تربيع بواحد سالب 2 تربيع بكم باربعة هات المجموع لمين لسين ناقس سين بار تربيع بواحد زائد اربعة خمسة وهنا خمسة يبقى المجموع عشرة فاضلي احسب اخر حاجة اللي هي السجمة اللي هي الوسط الحسابي اللي هو بيساوي الجزر التربيعي لمجموع سين ناقس سين بار تربيع على نون يعني بيساوي الجزر التربيعي المجموع عشرة وهو في الاخر على نون اللي هي عدد القيم اللي عندي خمسة عشرة على الخمسة بيساوي اتنين يعني السجمة بتساوي اتنين اللي هي سجمة بالقلل حسبة بتاعتك في الاخر هيساوي تقريبا واحد واربعة من عشرة بكده اكون خلصت الامتحان بتاعي وان شاء الله درجة كاملة بإذن الله زي ما شوفنا مع بعض يا ولاد مكونات الورقة الامتحانية خمس اسئلة السؤال الاول اختار من ست نقط الاسئلة من التاني للخامس اربع اسئلة كل واحد فيهم الفو به ركز وتقنى كده ان شاء الله وبإذن الله الدرجة النهائية تكون من نصيبك لحد ما شوفكم المرة الجاية دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة